مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري على ما انجزته الادارة التنفيذية خلال الفترة الماضية وعلى ما تم استكمالهم من لوائح وقرارات منظمة لأعمال المؤسسة وبما ينص عليه قانون تنظيم القطاع العقاري رقم 27 مؤكد معالي على همية ما تحققه هذه اللوائح والقرارات من بنية تشريعية وتنظيمية متينة جاذبة تستند عليها عملية التسويق واستقطاب الاستثمارات في المجهل العقاري لمملكة البحرين موجها المجلس إلى مزيد من التنسيق وإطلاع المعنيين بإجراءات التنظيم العقاري لأخذ رأيهم في الإجراءات المتبعة ومدى مواءمتها مع الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية الحالية والقادمة كما وفق المجلس على خطة الإدارة التنفيذية لتطبيق عملية ترخيص التثمين العقاري كما وفق على تشكيل فرق عمل لمناقشة موضوع تحسين إجراءات التطوير العقاري في مملكة البحرين لتقليص مدد إصدار الترخيص واختصار الخطوات